أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الخميس 3 آذار مارس القمر طبعا مستقر في برج الحوت هو الآن في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و16 دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر موجود في برج الحوت فعشان هيك التأثيرات على جميع الأبراج بتكون من صفات برج الحوت في الفترة هاي بتلعى بالناحية الروحية دور بارز وبرضو منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام وبوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة لزوايا البطيئة طبعا عندنا أول زاوية هي زاوية الإختران السلبية ما بين عطارد وبين زحل وهاي المستمرة لغاية يوم 4-3 هي اللي بتسبب نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من الخيال وبتجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهذا الشيء ممكن يضر بصحتنا أما بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي تقريبا مستمرة لغاية يوم 5-3 بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ممتزجة اللي ذكرناها كثير اللي هي ما بين الزهرة وبين المريخ وهاي خليط ما بين السعادة والنحوسة وهي مستمرة لغاية يوم 17-3 طبعا هاي الزاوية بتسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أكثر المتضررين من ناحية سلبية هم المتزوجون أو اللي علاقاتهم العاطفية بتكون ضعيفة لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أو اليوم ذروتها في عنا زاويتين بطيئات ذروتهم اليوم أول وحدة اللي هي زاوية الاقتران السلبية ما بين المريخ وبين بلوتو وهاي تقريبا رح تكون ذروتها ساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وهي مستمرة لغاية الساعة ستة يعني لغاية ستة ثلاث هي هاي الزاوية اللي بتدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتلو هذا الاتصال وبتدل كذلك على أنه هاي الفترة ممكن تشهد اضطرابات للعمال بترافقها أعمال شغب أو حوادث عنف وكما أنه هاي الفترة بتشهد مقتل أحد القاد الكبار أو شخصيات أحد الشخصيات في ظروف غامضة وبتدل عزديات حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخربية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها الساعة 11 و37 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي دروتها اليوم الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا استمرار هذه الزاوية لغاية يوم 6-3 هي اللي بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وبتسبب الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي تقريبا تروتها ساعة 9 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرات هذه الزاوية اللي أرحى أذكرها الآن كلها تأثيراتها من ساعات العصر هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذوروتها ساعة 9 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلوه المسار هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 9 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوه المسار خلوه المسار اللي هو قبل انتقال القمر من الحوت للحمل وخلوه المسار رح يبدأ الساعة 9 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الخميس لا ينتهي بعدها هذا خلوه المسار بعد منتصف الليل منتصف ليل الخميس على الجمعة الساعة 12 و52 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم عنا القدمين أو القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصناوبرية هرمون مسكن الألام وهرمون المساعد على النوم اللي هو الأندروفين والميتانونين اللي هم هدول الهرمونين اللي بيخلينا بالفترة هاي نشعر بآلام أكثر وبرضو بتسببنا نوع من أنواع الأرق أو عدم الراحة أثناء النوم فعشان هيك لازم نوفر العناية الإضافية للأعضاء اللي ذكرناها بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل بالعكس الأجواء مناسبة اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي وصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب ما في أي مشاكل إلا أنه ممكن بعض الأشخاص يشعروا بأعراض جانبية مثل حرارة أو آلام أو وهن في الجسم فعشان هيك البندول لحاله برستيمول لحاله بفي بالغرض يتأخذ كأقصى حد حبتين كل ست ساعات ممكن أن مكان اللقاح لو فسودين كريم أنتيبيوتك يندهن بكون مناسب بالنسبة لعمر القمر طبعا اليوم بدأ أول يوم من شهر شعبان بفلكيا لأنه اليوم القمر واحد في تمام الساعة 25 دقيقة صباحا بصير يومين نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة الآن هي سعيدة بنسبة 70% مع ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 25% القمر في الحوت لغاية يوم أربعة ثلاثة طبعا هو سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر بصير 45% ساعاته في ساعات العصر برجع بنزل لغاية عشر في المية بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة 25% الظهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة طبعا بدأت تأثيرات الانتقال اللي دائما مقول انه قبل الانتقال بثلاث أيام وبعدي بثلاث أيام بيكون فيه نوع من أنواع المشاحنات أو الصدامات والعنف فبتترافق هاي مع الاقتران ما بين المريخ وبلوتو فعشان هيك الفترة القادمة لغاية يوم عشر ثلاثة هي أصعب الفترات وبعدين تبدأ الأمور كلها تتنازل أو تتراجع وبتنتهي أعمال العنف السائد حاليا يعني أنا بعطيها تسعة ثلاثة عشر ثلاثة كأقصى حد بتكون كل أعمال العنف هاي اللي بنشهدها في العالم بتبلش تنزل تدريجيا لا تختفي بالنسبة للمشتري في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثاورة حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لوجود القمر في بيت المتاعب واستقراره فهذا بدل على أن التعب سيسيطر عليكم لليوم الثاني والأخير وممكن تشعروا ببعض الأعراض الغير اعتيادية يجب التوجه للفحص والعلاج إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادية رغم أنه ما فيه إشي بخوث خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تحذوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس طبعا هاي ظروف ضاغطة خلال يوم الغد إن شاء الله يعني يوم الجمعة بكون القمر وصل لعندكم الأجواء بتتغير تماما وبتصير لصالحكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء اليوم أكثر من يوم أمس اليوم فيه نوع من أنواع دعوة أو مناسبة أو احتفال أو علاقة صداقة أو مرافقة أو اتفاق أو مساعدة يعني إشي اجتماعيا فعشان هيك اليوم علاقاتكم بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة فعشان هيك بنصح كل يوم إن كتنجزوا كل الأعمال المهمة والضرورية قبل يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة القمر بصير في الحمل بيت متاعبكم فرح يمر علي قيومين ونص تقريبا صعبين شوي فعشان هيك بتكونوا جاهزين قبلها برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فبظل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بشعبية وبتكون كل أعمالكم سهلة وميسرة وممكن تتحققوا نجاح شخصي ولكن بما أنه هو البيت بيت السمعة فحاولوا تحافظوا على سمعتكم بدون مغامرات ومجازفات بدون مشاكل وبدون حدية بالطباع خلوا علاقاتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل الجيدة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية الطارئة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان يعتبر هذا اليوم من أجمل الأيام خلال هذا الشهر لأن القمر موجود في البيت التاسع وهو بيت السفر البعيد أو أمور الهجرة أو الامتحانات الجامعية أمور القضايا القضائية وكلها هاي الأمور بتصب لصالحكم حتى تعزيز العلاقات العاطفية ما بينك وبين الأحبة والفرص المالية بتكون ممتازة بس أهم شيء تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم رح تشعروا بقوة العاطفة أو في كثير من موليد برج السرطان عندهم أحلام إما بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة اليوم تقدروا تبادروا في هذا الموضوع برج الأسد بتنشغلوا اليوم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أي الأموال اللي في بينك وبين أصحابها أو بينك وبين أشخاص تانين شراكة فيها يعني مثل قروض، مثل التعويضات، مثل البنوك، الأموال الزوج، أمور الميراث، هاي كلها اسمها أموال مشتركة واليوم بيحملكوا فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم نفقات منتصاعدة وبيزيد اهتمامكم اليوم بالأشياء الغامضة أكثر والروحانيات أكثر فأكثر والكتب أو المواضيع الخيالية أو القديمة جداً زي التاريخية برج العذراء طبعاً القمر لليوم الأخير مقابلكم تماماً هو اللي بيضعف من طاقتكم ولكن خلال هذا اليوم بتزداد جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة جداً للتقارب أو للمصالحة أو لعمل شيء مناسب ما بينك وبين الشراكاء برضو الأشخاص اللي عندهم رغبة بالارتباط فهذا يوم مناسب للخطبة أو زفاف أو توقيع عقود ولكن علاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشراكاء يعني بسودها انسجام وتوافق ولكن حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عن المشاكل قد ما بتقدروا لأنه هذا شيء ما بيناسبكم برج الميزان طبعاً القمر موجود في البيت السادس وهو بيت العمل والصحة فعشان هيك بتجدوا أنه أعمالكو بلشت تتراكم عندكو الصعوبة في إتمامها أو إنجازها وبتجدوا أنه في أكثر من عمل في نفس الوقت بصيروا حاول تنظم أعمالك بشكل جيد ما تشتغل عملين مع بعض وبتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وتنظموا وجباتكم الغذائية وحاولوا أنكو تأخذوا قسط كافي من الراحة اليوم ممكن تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن الأهم ابعد عن المشاكل ما بينك وبين زملائك في العمل برج العقرب يعتبر هذا اليوم من أجمل الأيام خلال هذا الشهر لأن القمر موجود في البيت الخامس اللي هو بيت الحضوظ بيت العاطفة بيت الحب بيت الأمور اللي إلها علاقة حتى بالترفيه أو الأبناء فهو بيت ممتاز بتجتازه بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعره بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية واليوم أو هاي فترة فترة حظ ممتازة جدا ممكن تقوي من خلالها علاقاتك العاطفية وبرضو بتعرف فترة أو يوم من البهجة والإنشراح اللي بيكون مناسب لإلك بشكل كبير برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الرابع اللي هو بيت البيت وبيت العائلة ولكنه زاوية تربيع مع برجك وهذا بيخلي اهتمامك أكثر في الأموم العائلية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمسكن أو البيت إما سكن جديد أو شراء عقار أو ترحيل أو صيانة أو أعطال منزلية أو مشاكل عائلية يعني أي وحدة من هدول فعشان هيك هو بالإجمال بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالبستنة وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة برج الجدي بالنسبة لما ولد برج الجدي طبعا الأجواء جميلة جدا لأن القمر صار في البيت الثالث لإلكم فاليوم يعني بتندفعوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات الكثيرة فما بتهدأ وتردكم من كثرة الاتصالات والنقاشات والحوارات والإقناع والتنقلات وهذا يوم مناسب جدا للي بدي يروج عن شيء معين أو يطرح فكرة معينة فأكونوا أكثر صبر بس على الطرقات أثناء قيادة السيارة وأثناء الحركة وخصوصا داخل المدن أو بحركتكم الاعتيادية علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيدوا من علاقاتكم مع المحيط إن كان علاقاتكم مع أخوتكم أو علاقاتكم مع الجيران برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم، هدايا يعني في أجواء إلا علاقة بالوضع المالي ممتازة جدا ممكن إنك تستفيدوا وتستثمروا فيها اليوم أو تبدأوا فكرة معينة ولكن بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة ومن المحتالين والنصابين بالفترة هاي ممكن تهتموا بسداد أو ترتيب فواتير أو مبالغ ولكن رح تعرف سهولة في إنجاز أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح إن تحركت واستغلتها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم يعتبر من الأيام الممتازة لأنك أنت بدأت مرحلة جديدة أو فترة جديدة كلها لصالحك ثقتكم بأنفسكم كبيرة أنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل موسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ابتقدوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي إجماليا الأجواء رائعة جدا وممكن تبدأوا بابتداء من اليوم بالمبادرة بأي فكرة أو مشروع أو مرحلة جديدة طبعا اللي لحد الآن يجعيد ميلادهم هم أكثر المستفيدين اللي لسه ما يجعيد ميلادهم بدهم ينتظروا للأيام القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر